أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير وإضافته للزيارة الافتتاح يبدأ في شهر ديسمبر في إطار التشغيل التجريبي الحسينية التشغيل التجريبي للمتحف المصري يعتبر الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير هو الأول من نوعه في العالم يضم ما يقرب من 65 قطعة أثرية أبرزها تمثال الملك خفرة وحج بسوت ورمسيس الثاني ومن حطب الثالث ويحكي عن الملكية في مصر القديمة وأماكن العبادة القديمة وذلك من خلال عرض من التوابيت المميزة الحقيقة المتحف حلو قوي التنظيم حلو قوي الانلاين كيو أركوت كان جميل جدا وسهل علينا كثير الشو حلو قوي وممتع ومستنى إن شاء الله فتح الرسم بإذن الله إن شاء الله نيجي تاني بجد القطعة اللي كانت معروضة في الدرج العظيم بجد حلوة جدا وقيمة ويعني تخلي الواحد يفتخر إنه هو مصري يعني والعرض بتعتوت عن خامون كان بجد حلو جدا والتكنولوجي اللي مستعملة فيها بجد حلوة وحسست الواحد إنه هو جوه الإكسپيرينس نفسه يعني يمتد الدرج العظيم لمسافة 64 مترا ويرتفع 24 مترا عرضه 85 متر في الأسفل و17 مترا في الأعلى فهو بمثابة طريق صاعد ككل الطرق الصاعدة التي صنعها المصريون القدماء لتمهيد بناء معابدهم وأهراماتهم المتحف عجبني جدا هو يعبر عن الحضارة بتاعتنا بشكل ممتاز وأنا كنت متخيل إن أنا لقيب الجمال ده صراحة أنا كنت متحمس قوي من ساعة الحفلة بتاع المميوات إن أنا أجي وأزور المتحف المتحف حلو قوي وكبير وفي حاجة كتيرة وإن شاء الله لما الحياة كلها تفتح هيبقى لذيذ قوي وإحنا زرنا الإكسپيرينس اللي كان بيحصل هنا وبجد الإكسپيرينس كانت حلوة قوي كنا حاسين إنه إحنا جوه العصر ده وفي إطار التشغيل التجريبي للمتحف يستقبل الدرج العظيم الزائرين ليحكي عن عظمة الأجداد وما سطره من أمجاد ولتستعيد الأذهان حضارة مصر العريقة وما تحقق من إنجازات في الماضي والحاضر والمستقبل أحمد الحسيني التلفزيون المصري